حذر زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر من مخططة أن قد يطال الكعبة المشرفة ومراقد الآئمة في السعودية والعراق بعد تكرار حوادث حرق القرآن وقال الصدر في بيان أن جريمة حرق القرآن الكريم والفرقان المبين مهما انطوت على الحقد والضغينة وكانت جريمة النكراء وفيها تحريض عظيم على الكراهية وفيها تجرؤ وقح من قبل ضعفاء النفوس الذين ملأت عقولهم الشبهات والمشوهة فهم أقرب للدجال الذي ينظر بعين واحدة وهي عين الحقد والشهوة مضيفا أن حرق القرآن الكريم كان رسالة واضحة لكل المسلمين بجميع أطيافهم ولا بد أخذ العبرة منها